السلام عليكم ورحمة الله قوة العمل والإنجاز لقد قدمنا في حلقات سابقة تأملات فكرية عديدة تتعلق بشروط النهضة وتحدي العبور الحضاري غير أن كل ما قيل على أهميته وأوليته لن يجدي نفعاً ما لم ينبني عليه عمل وإنجاز ومنتج حضاري ملموس وقد عالج مالك بن نبي الموضوع من عدة زواه أولاً من حيث المنطق العملي كمكون من مكونات الثقافة الاجتماعية لتحديد أشكال النشاط العام الموصل للرؤية العامة والذي يحول الأفكار إلى أعمال يتطرق بن نبي في هذا الجانب بمصطلحات خلفيته العلمية والفلسفية غير مستصحب لعبارات علم التخطيط والإدارة إلى مشكل قلة الفاعلية في العالم الإسلامي لدى الأفراد والمجتمعات فيقول إننا نرى في حياتنا اليومية جانباً كبيراً من عدم الفاعلية في أعمالنا إذ يذهب جزء كبير منها في العبث والمحاولة الهازلة ويتأسف على عدم وجود المنطق العملي في السلوك الإسلامي مما يؤدي إلى فقدان الضابط الذي يربط بين عمل وهدفه وبين سياسة ووسائلها وبين ثقافة ومثلها وبين فكرة وتحقيقها ثم يضع الأصبع على الجرح بتطرقه إلى ما يسمى في علم الإدارة بمقاومة التغيير في وجه من يدفعون إلى الإنجاز فيقول إن الذي ينقص المسلمة ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل ولكن منطق العمل والحركة فهو لا يفكر ليعمل بل ليقول كلاماً مجرداً بل أكثر من ذلك فهو أحياناً يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيراً مؤثراً ويقولون كلاماً منطقياً من شعنه أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط لقد انتبه تطور علم الإدارة في الدول الصاعدة بأن هذه الظاهرة لا تتعلق بالنوايا السيئة فقط بل أحياناً يحصل العجز رغم التشوف للرؤية لعدم معرفة وفهم الطريق الموصل إليها فصارت ثقافة التخطيط الشخصي والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي وبناء السياسات ونظم العمل ثقافة عامة للأفراد والمؤسسات والدمر أقامت الحجة على الكسور العاجز وحركت وحفزت صاحب الإرادة الباحث عن طريق النجاح فرفعت ثانياً توفر الفن التطبيق الموائم لكل نوع من أنواع الصناع أو التقنية كبعد رابع من مكونات الثقافة الاجتماعية العامة وشرح ابن نبي مقصوده أكثر بالإحالة إلى مفهوم الصناعة عند ابن خلدون فوضعنا في أهمية التكوين التقني والعلم لبناء وتحريك المؤسسات الاقتصادية التي تدل كثرتها على تحقق النهضة والتي تتطلب إتقان الصناع من أبسطها إلى أعقدها حسب تطور الحضارة بواسطة التعليم والمرافقة والتدريب جيلاً بعد جيل وربط الصناعة بالعلم وتحويل الأفكار إلى مصنوعات يقول ابن خلدون إن الصناع إنما تكمل بكمال العمران الحضر وكثرته ثم إن الصناع والعلوم هي للإنسان من حيث فكره ما يميزه عن الحيوان وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصناع للتأنق فيها حينئذ وأن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصناع ثالثاً وبعد إنهاء حديثه عن توجيه الثقافة بأبعادها الأربع الأخلاقية والجمالية والعملية والتقنية تحول ابن نبي في كتاب الشروط النهضة إلى التوجيه الثاني الذي يؤثر به الإنسان في المجتمع والتاريخ وهو توجيه العمل بالإضافة إلى توجيه الثقافة وتوجيه رأس المال كنا قد بيّن ذلك سابقاً فبدأ بالحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وأكد بأن العمل توجيه منهجي حضاري قبل أن يكون وسيلة خاصة لكسب الحياة وفي إطار ذلك اعتبر أن العالم الإسلامي بعيد عن المرحلة الكسبية في مفهوم العمل وأنه في مرحلة التربية والتوعية بأهمية العمل لا شك أن أشياء كثيرة تغيرت في العالم الإسلامي منذ تعبير بالنبي عن هذه الفكرة ولكن يمكننا القول بأن اتجاه العمل والكسب والإنتاج في مجتمعاتنا وبلداننا لا يزال بعيداً عن مستوى النهضة فلا تزال الاتكالية والتوسل والبطالة الحقيقية والمقنعة والعمل الناقص والردي وضعيف المردودية حالات سائدة في شراء حواسع من مجتمعاتنا ولذلك تبقى التربية للتوجيه إلى العمل ذات أولوية في مجتمعاتنا الناشئة خلافاً للمجتمعات المتطورة التي صار فيها العمل منظماً ومجزياً للأفراد وناهضاً بالأولاء بالأوطان على أن يشمل التوجيه نحو الرؤية الوطنية الواحدة الجميع لتحقيق سير الجهود الجماعية في اتجاه واحد بما في ذلك جهد السائل والراعي وصاحب الحرفة والتاجر والطالب والعالم والمرأة والمثقف والفلاح لكي يضع كل منهم في كل يوم لبنة جديدة في البناء رابعاً كيفية تحويل الثروة أو الريع إلى رأس المال لتمول التنمية بيّن ابن نبي في هذا الفصل من الكتاب اتجاهه الإسلامي في النظرية الاقتصادية ومفهوم رأس المال فانتقد الاتجاه الشيوعي من حيث أن كارل ماركس عالج موضوع رأس المال كآلة سياسية في يد فئة الرأس المالية كرد فعل لآثار الرأس المالية على الطبقة العمال وليس كآلة اجتماعية تنهض بالتقدم وباعتبار أن العالم الإسلامي كما يقول بالنبي وباعتبار أن العالم الإسلامي لم يكن يواجه المشاكل الاجتماعية لرأس المال فلا معنى لاختيار نظام الاقتصاد الشيوعي وكان رأيه هذا في أقوى فترات الشيوعية قبل ظهور قصورها كما انتقد كذلك الرأس المالية بسبب نزوعها إلى تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة وكان هذا كذلك قبل أن تظهر الكوارث التي تسببت الرأس المالية فيها كما تطرق في هذا الفصل إلى فكرة أساسية سابقة لزمانها في ذلك الوقت وهو الفرق بين الثروة ورأس المال وما يمكن أن نسميه اليوم أزمة الريع في البلاد العربية الإسلامية وعدم قدرة تحويل الثروة البترولية والغازية إلى رأس مال وخطط اقتصادية ومشاريع وتنمية وما يذكره ابن نبي في توصيفاته السلبية للثروة التي تتعلق بالفرد يمكن تعميمه على الريع على مستوى الدولة كقوله إن هذه القيود التي تقعد بالثروة على أن ترقى إلى مستوى رأس المال تجعل منها شيئاً بدائياً بسيطاً من الناحيتين الاقتصادية والأدبية شيئاً يستخدمه الفرد في ميدانه الخاص فهي لا تسعى لغايتها كقوة مالية مستقلة بل لسد حاجات صاحبها المحدودة في حسب وفعلاً الريع اليوم يستعمل على العموم لسد الاحتياجات الاجتماعية وليس لإدامة إنتاج الثروة غير أنه بعد دعوته إلى تحويل الثروة إلى رأس مال بغرض تمول التنمية ينبه إلى عدم السقوط في الفخ الرأس مالي من خلال قوله لنتخذ من الآن الحيطة حتى تكون أموالنا مطبوعة بطابع الديمقراطية لا بطابع الإقطاعية فالقضية إنما هي قضية منهاج يحدد لنا تخطيطاً مناسباً نبني عليه حياتنا الاقتصادية ولا يكون فيه مكان لتركيز رؤوس الأموال في أيدي فئة قليلة تستغل السواد الأكبر من الشعب بل يجب أن يتوافر فيه إسهام الشعب مهما كان فقيراً وبذلك يتم التعادل بين طبقات المجتمع وتنسجم مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد وفي الأخير يدعو ابن نبي إلى تكوين مجلس لتوجيه الثروة وتوظيفها لتتحول إلى رأس مال بالمعنى الآن في الذكر ولتخطيط أهدافه الاقتصادية وهو ما يمكن أن نسميه على مستوى الدول حالياً بلهيئات سيادية المتخصصة في التخطيط والاستشراف وما يتصل بها من مؤسسات رسمية ومجتمعية متعاونة كالجامعات ومركز الدراسات إنما ذهب إليه مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة وسيسلة كتبه مشكلات الحضارة وما كتبه غيره تدل بأن بلدنا كانت تتوفر على مخزون هائل من الأفكار والرؤى لتحقيق النهضة قبل الاستقلال وبعده ولكن المشكلة في من لم يستفد منها ممن تولوا المسئوليات في مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر